اشتركوا في القناة في كتاب المستنرين فكان كاتب في مقدمة كتاب لي عن الفرق بين الإنسان والفار أنا طورت القصة فأنا اللي بحكيها لكن خدت الفكرة منه فبيقول الفار تقدر تصيده بنفس الطريقة اللي كان بيصيده بها أبوك وجدك إيه يا عم؟ يقول مصيادة وحطة طماطم أو حطة خيار فتحط الطماطم أو الخيار في المصيادة والفار يدخل فيقول حتى لو في بيتك في عشر الفران؟ أنتو هنا أبيوتكم مفاش فران عندنا يقول حتى لو في عشر فران الفار يشوف أخوه دخل وتاني يوم هو يدخل برضو وتالت يوم اللي بعده يدخل فبيقول ما تعلمش فأنا قلت إيه؟ إن الفرق بين الإنسان والفار إن الفار ما عندوش ذاكرة مش بيتعلم بيشوف بس حطة الخيار أو الطماطم بيقول المفروض الإنسان بقى يتعلم من أخطاءه يتعلم من سقطاته الإنسان المفروض يشوف المصيادة مش بس حطة الخيار فبقول اللي بيشوف الخيارة بس أو الطماطم بس بينزل بمستوى من مستوى الإنسانية إلى مستوى الفران فبقول لكل واحد تخليك يقظ بص على المصيادة شوف بعد حطة الخيار ده هيعمل فيك هي صدقني يا سيس نظار أنا بقول ده تحذير لكل واحد بيشوف إن بيورينا حطة الطماطم اللي بيشدنا بيها وإن يا مناس يطلع له صورة على الشاشة الصورة تغري يجري ورا صورة تانية وصورة تالتة يروح لغاية فين؟ والبيت بيتضمر وإعلاقته بمراته بتتضمر وإن كان شاب بيتضمر أو يوريك إغراء الفلوس لما تبقى معاك يقول لك غير الرقم بس بعد ما تغير الرقم هتغير العربية شفت المراكب العربية بي المدابل وإحنا يحصلني ده يتملي وهم وأنا مش عارف إن هجيب كارسة لنفسي فأنا بقول له كل واحد خد بالك يريك الطعم ويخف الصنارة يريك الحبات الجميلة ويخف الفخ قول له رب افتح حناية أشوف إيه الوراء كل طعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر